ساعة وليلة وتنطلق مواجهة كبيرة تجمع النادي الاهلي بالرجاء المغربي مواجهة بين أشقاء إن شاء الله في المغرب مباراة العودة في دور الثمانين من دوري أبطال أفريقيا مواجهة بإذن الله بإذن الله يكون الفوس فيها حليف النادي الاهلي يقدر يتخطى هذه العقبة الصعبة العقبة الصعبة اللي صعبها على نفسه من مباراة الزهاب كان الأمور ممكن تحسن من مباراة الزهاب النادي الأهلي كان أداء رائع في مباراة الزهاب أضاع العديد من الفرص رجاء البيضاوي فيه أشهد تاني كان بيلعب بنقص عددي وضربة جزاء ضائعة للنادي الأهلي أهي ظروف حصلت في مباراة الزهاب ولكن مباراة العودة لها حسابات كثيرة وحسابات خاصة جدا بتلعب خارج أرضك بتلعب على ملعب فريق كبير هو الرجاء المغربي جماهير عظيمة هي الجماهير المغربية وإن شاء الله الأهم بالنسبة لنا كلنا إن المباراة تخرج بالشكل المثالي الرائع اللي بيقاليك دايما بنادي كبير زي نادي الرجاء زي ما يقاليك بالنادي الأهلي مفيش أي حاجة تقلقنا من هذه المواجهة فنيا ولا جماهيريا جماهير المغربية دائما جماهير عظيمة وجماهير محترمة وجماهير تستقبل الفرق والمنتخبات المصرية بكل احترام هي مباراة في أرض الملعب عايزينها دايما تبقى مباراة في أرض الملعب واصقين 100% إنها هتبقى مباراة في أرض الملعب باسم النادي الأهلي وباسم نادي الرجاء تبقى مباراة كبيرة يفوز من يفوز إحنا نتمنى فوز النادي الأهلي وسعوده وأكيد الرجاء وجماهيره تتمنى سعود نادي الرجاء مهم إن المباراة تفضل في أرض الملعب وده اللي إحنا واصقين منه أما الأمور الفنية عند بيتسو موسيماني بالنسبة للنادي الأهلي فأمور فنية بالتأكيد يلزمها الصبر يلزمها التركيز ويلزمها التأمين الدفاعي الجيد والهجمات المنظمة عشان يسجل هدف يحسن به الأمور بدري بدري كل التوفيق لنادي الأهلي